نغش محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس بمقرر البنك المركزي بمدينة كريتر مع نائب محافظ البنك المركزي شكيم حبيشي نغش جملة من الموضوعات والقضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي والمالي وأوجه التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والسلطة المحلية بالعاصمة عدن وبما يسهم في إحداث استقرار في الجوانب الاقتصادية وفي مقدمة صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وتطرق اللغاء إلى الآثار السلبية التي تسببت بها الحواجز الإسمنتية على الأحياء المحيطة بالبنك المركزي خلال فترة الأمطار التي شهدتها العاصمة عدن في الأشهر الماضية فضلا عن ما خلفه إقلاق شارع العيدروس المقابل للبنك من اختناقات مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى وفي هذا الصدد تم الانتفاق على ضرورة رفع الحواجز الخرسانية التي لا تستدعي الحاجة إليها خصوصا بعد استثباب واستقرار الوضع الأمني عموما في العاصمة عدن والاكتفاء فقط بجزء منها لتأمين البنك وإعادة فتح شارع العيدروس الذي يعد شريان حياة لسكان مدينة مديرية صيرة حضر اللقاء المقدم يزيد أحمد ممثلا عن قيادة التخالف العربي بالعاصمة عدن والعميد أوسان العنشلي قائد لواء العاصفة والعميد جمال ديان مدير شرطة السعير بالعاصمة عدن ومدير مديرية صيرة إبراهيم سعيد منيعم ترجمة نانسي قنقر